دلوقتي نبتدي بقى مع حضراتكم جولتنا الصحفية اللي هنروح من خلالها على موقع أو مقر جريدة الجمهورية مع زملتنا العزيزة مريم ساميح اللي هتقول لنا على آخر المستجدات وآخر المنشتات الصحفية وكل الأخبار المهمة رياضيا في كافة الصحف والمواقع والجديد بالذكر أنه حيكون لها لقاء كمان مع الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك العزيز وعايزينك بقى تعرفين على أهم المنشتات تفضل صباح الخير عليك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية العنوين اللي هتكون معنا النهاردة في جولتنا واللي هنتناقش فيها إن شاء الله مع ضفنا العزيز الأستاذ حسام الغربوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية العنوان الأول من جريدة الجمهورية كيراش في مواجهة الكبار ملوش منا موقع الشرق الأوسط يجب التعامل مع كأس الأمم الإفريقية بالاحترام الذي تستحقه ومن جريدة الأخبار هيكون معنا عنوان اليوم انطلاق كأس الرابطة في النسخة الأولى وأخيرا من الشروق كلاسيكو الأرض يتجدد في السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد هنتناقش في كل هذه العنوان مع ضفنا الأستاذ حسام الغربوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية أصبح عليك في البداية وأستاذ حسام دايما منورنا ومشرفنا على شاشة قناة نادي الأهل وعشر الصبح في الأهل أهلا ونسألنا صباح الخير على حضرتك وعلى زماننا كريم وعلى جميع محب الأهل ومشجعين أستاذ حسام يمكن مرح كلنا تابعنا طبعا يعني مباراة مصر ونيجيريا كان فيه علامات استفهام كتيرة كان فيه يمكن حالة من الغضب على جماهير طبعا المصرية كلها بسبب كيروش إحنا يمكن مش فاهمين التكتيك شوية لعيبة بتلعب في غير مراكزها وده يمكن أدى لخسارة المنتخب في مباراته الافتتاحية طبعا مش أنا بس اللحزين أو زعلان جميع المصريين في شكل محزن جدا عبروا عن رأيهم مبارح بالمستوى بصراحة غير مرضي إحنا وأنا من الناس اللي كنت شافي أن منتخبنا الحاضر الغائب وده بصراحة لا يليك باسم مصر منتخب مصري بمن العناصر والمحترفين والعيبة المحلين المتميزين جدا أنه لو قدر أنه يستغل لهم كروج بالشكل المتميز كان هيؤدي مباراة قوي مع نيجيريا لأنه كانت هتبقى فتحة المنافسة على البطولة أنه بالشكل ده إحنا كنا خافين أنه ندخل نفسنا في حسابات مش عايزينها حسابات صعبة أنه نستنى بقى يا طرطة بفرد غينيا بساوي السودان أنهما تكتلوا قصاد منتخبنا وبقاءت المباراة صعبة هنعمل إيه؟ فلازم كروج راجع نفسه يأخذ رأي جهازه والمعاون أن يضع كل لعب في مكانه الصحي اللي يقدر يؤدي فيه بالشكل القوي إحنا ما كناش عايزين بصراحة أنه اختراع يعني التشكيل اللي حصل ما كانش ينفع أبداً جميع الخبراء المصريين وأي حد بيفهم في الكرة حتى الرجل الشارع العادي ما كانش راضي وده إحنا شفنا ما ينفعش خالص إحنا ما كناش موجودين بصراحة فأي شيء وده إدى الأفضلية للمنتخب ناجيريا أنه هو يتغلب علينا في افتتحيك كاس الأمة وده لا يليك أولاً إحنا ما نكون قدام ناجيريا بالشكل ده طيب إحنا عايزين نروح كاس العالم إن شاء الله لما نروح حالة نبقى دي برضو شرف مجرد أن إحنا نروح نكاس العالم وخرجنا لا يليك بأس مصر بعد التاريخ ده كله ويوجد لعبين كثر جداً وفي مقدمتهم محمد صلاح فأتمنى طبعاً أن الجهاز الفني راجع نفسه وإن شاء الله نفوز بمباراتي غنية بيساوي السودان وإن شاء الله نبقى أحسن تواني بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يمكن تحقيق موقع الشرق الأوسط بيتكلم عن فكرة الاحترام لبطولة كأس الأمم الإفريقية مش ملهاش نفس الاحترام اللي بتنوله كبرى البطولات العالمية أو كأس الأمم الأوروبية يمكن ما بيبقاش فيه تأجيل لبعض المباريات ويمكن فيه نقاش حالياً في إنجلترا بسبب مباريات الدوري الإنجليزي هيحصل إيه؟ لأن اللعيبة طبعاً متواجدين مع المنتخبات هل ده بيسبب نوع من فكرة عدم الاحترام أو عدم أن يكون كأس الأمم الإفريقية جديرة بالمكان اللي هي موجودة فيه؟ طبعاً شيء طبيعي أن كأس الأمم الإفريقية فيها أفضل لعيب العالم للوقت اللي هم مشالين يعتبر جميع البطولات الأوروبية يعني إحنا شايفين صلاح محرز مانيه وكثير من اللاعبين اللي هم دولتي لهم ثقل كبير جداً على مستوى العالم ودخلوا فيه صفوف أفضل لعيب العالم فشيء طبيعي اللي لازم بقى فيها ليهم الاحترام الكامل لأن هي البطولة ديها اللي بتطلع المواهب اللي أوروبا محتاجاها فلو البطولة دي ما تمش احترامها بشكل قوي هم مش هلاقوا كثير من اللاعبين اللي هم فعلاً محتاجين لقدراتهم زي ما احنا شايفين دلوقتي وده هيرجع لي من خلال المناقشة الحالية بحيث أن ساعات بيبقى ما يكون البطولات بيبقى داخلة أو متقاربة من بعض هل اللاعب هيروح هينتقل ولا لا حتى فيه لعب هيلر آيك اللي هو نجم آيكس وساحل العاج بيسألوا أنت تروح ولا لا ده بلدي يعني منتخب بلدي مستحيل إن أنا أتخلف عن وجودي فيه وده لازم أن هم يرعوه بالشكل القوي طبعاً إلى جانب هم بيفكروا أن كاس العالم هيبقى سنتين ولا طبعاً لو سنتين ده هيقضي على كاس الأم الأفريقية أو هيبقى من الصعب جداً إقامتها وبالتالي مش هنشوف نجوم تاني هتروح أوروبا فطبعاً أنا بعدهم أن هم يفكروا بشكل علمي ودقيق بعيداً عن التحييزات والعنصرية وإن شاء الله كل التحييات تقدير لنجومنا في كاس الأم الأفريقية وإن شاء الله هي بقية وهتفرض نفسها بنجومها الكبار النهاردة أولى منافسات كاس ربطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى يمكن تلات مباريات هيقاموا النهاردة بيرميتز مع الاتحاد السكنداري وإسترد كومبيني مع فيوتشر وكمان المصري مع المقصة وطبعاً إحنا عارفين الأهلي هيكون في المجموعة التانية شايف إزاي المسابقة وممكن يكون مين هو المنافس أو على البطولة أو على اللقب يمكن الناس كلها بتتكلم من الأهلي إن شاء الله تبقى دي بطولة جديدة بتضاف لبطولاته ولكن يمكن هنتكلم عن نهاردة تلات مباريات المقام؟ شيء طبيعي إنها البطولة محلية وهيبقى العين على أكبر وأقوى الأندية وفي انقدمتهم الأهلي وده شيء طبيعي بالتاريخ والإنجازات واللعبين وقويته وعناصره اللي موجودة هيبقى فيه منافسة شرسة مع باقية الأندية طبعاً هي فيه إحنا البطولة جاية في وقت صعب جداً مع كاس الأمم فطبعاً ما فيش الاهتمام ممكن بالشكل الجماهير الكبير ولكن طبعاً طولة لأول مرة بتقوم عندنا 18 نيادة من خلال 3 مجموعات كل مجموعة فيها 6 فرق هيتم التأهل النهائي والنصف النهائي من خلال المتصدر وأحسن مركز ثاني فنتمنى طبعاً أنها تبقى بطولة قوية تبدأ بشكل قوي وتعبر وتفرض نفسها إن شاء الله فكل نتمنى لهم التحية والتقدير ونتمنى لهم التوفيق للعبين ونشوق الفرق ونشوف بطولة قوية تليق باسم مصر واسم الأندية الموجودة فيها يمكن النهاردة كلاسيكو مهم جداً بيجمع ما بين ريال مدريد وبرشلونا ما بين في السوبر الإسباني بيتجدد الكلاسيكو شايفين برشلونا بقلوا فترة كبيرة بيعاني بسبب أمور إدارية بسبب مشاكل مالية في إدارة النادي وكمان رحيل بعض النجوم أو أكبر النجوم وطبعاً على رأسهم ميسي شايفين النهاردة ممكن تكون المواجهة إزاي خاصة أن جماهير برشلونا يمكن عندهم أمل بعض الشيء النهاردة أمام ريال مدريد وطبعاً إحنا كلنا على مستوى العالم بنحب نشوف برشلونا وريال مدريد يعني نشوف جميع القفهات والأهوزة ما أقول كده بتبقى مقتصدة بالمتفرجين عشان يشوفوا المباراة القوية دي ولكن طبعاً أنا شايف أن ريال مدريد أعلى لأنه طبعاً هو متصدر وجاهز بمهاجمي الأقوياء زي جونيور وكريم بن زيمة جاهزين جداً وطبعاً هو المتصدر لحصد هذه البطولة 13 مرة على عكس برشلونا 11 مرة اللي هو بيحاول الظهور مرة أخرى بقوة لكن طبعاً عنده مشاكل كبيرة جداً وإن كان عنده لعبين هينضموا يعني فيران وبدري بحيث أنه يقوى من صفوفه ولكن أنا بصراحة شايف أن ريال مدريد أقرب ونتمنى أن نشوف مباراة قوية تليق باسم الناديين الكبار ولكن طبعاً ريال مدريد متصدر وبرشلونا للأسف في المركز السادس في البطولة العامة يعني فده طبعاً بيد الأفضلية لريال مدريد وإن شاء الله نشوف مباراة قوية إن شاء الله بإذن الله أستاذ حسيم دايماً بتشرفنا وتنقرنا على شاشة قناة نادي الأهلي بشكرك جداً شكراً جزيلاً شكراً كريم دي كانت جولتنا الصحفية في عدد من العنوين طبعاً قل صدرة صباح اليوم الأربعاء والمتعلقة بكافة الأمور سواء على مستوى كأس الأمور الأفريقية أو ربطة الأندية وأيضاً كلاسيكو ما بين برشلونا وريال مدريد بشكرك جداً عودة لك مرة أخرى أنا لبشكر جزيلاً شكر زمنتنا العزيزة مريم سميح وطبعاً شكر موصول لضيفك الأستاذ حسام الغرباوي النقد الرياضي مشكركوا على هذه الجولة والتغطية الصحفية المتميزة